فراس مرحبا وصباح الخير وكل عام وأنتم خير كل عام وأنتم بألف خير وصباح النور عليكم جميعا حقيقة بهذا اليوم أحب أتقدم بالتهنية والتبركات إلى الأخوان المسيحيين هنا في العراق وفي كل مكان حقيقة بمناسبة عياد الميلاد المجيد نتمنى لهم التوفيق ونتمنى لهم أيضا الاستقرار والمزيد من الاستقرار في جميع مناطق بغداد وأيضا المحافظات العراقية وفي كل مكان ونتمنى لهم أيضا أمنيات أن يكون العام القادم عام 2018 عام محبة وسلام وأمان حقيقة ليس فقط للمسيحيين ولكن لجميع العراقيين نحن شعب كما يعلم الجميع يتكون الكثير من الطوائف والأعراق فلذلك جميع الأمنيات لربما لجميع العراقيين هي الوحدة ورص الصفوف ونبذ التفرقة والطائفية والعرقية التي حقيقة منذ عام 2003 وإلى الآن قد أدت إلى ما أدت وما حصل من فوضى في بلدنا العزيز العراق اليوم حقيقة نحن وأنا تحديدا في كنيسة انتقال مريم العذراء في منطقة المنصور ويقام هنا داخل هذه القاعة القداس بمناسبة عياد المسيح وعياد الميلاد حقيقة يعني القداس يستغرق وقت ما يقارب الـ 45 دقيقة وبالتالي لا نستطيع الدخول إلى القاعة وتحدث القداس والصلاة بالنسبة للمسيحيين هنا لكن هناك شخص سوف ألتقي به أحد الأخوان المسيحيين نقول لك العام وأنت بألف خير إن شاء الله تحقيق الأمان يا ربي والعام القادم إن شاء الله عام محبة وسلام ومئام تقول بهذه المناسبة ما هي الرسالة التي تحب أن توجهها للعراقيين والمسيحيين في كل مكان أولاً يعني أقدم التهنية بمناسبة ميلاد السيد المسيح ميلاد السلام ميلاد المحبة والتسامح وأتمنى من الولادة المباركة أن نعمل السلام على هذا البلد الجريح على هذا البلد الأليم ويكون السلام مو بس للعراقيين لكل المسيحيين بالعراق وخارج العراق وعياد مجيدة إن شاء الله أمنياتك اليوم أنت كمواطن عراقي في عام 2018 ما هي الأمنيات أبرز الأمنيات؟ أهم شيء يكون السلام للعراقيين جميعاً وهذا البلد الجريح يرجع يتعافى ويكون أحسن من أي بلد آخر وتمنى أن تكون العودة أكسية للعراقيين بالخارج إلى العراق وشلون شوف أجواء القداس في جميع الكنائس؟ بالأمس أنا حضرت بالليلة المساء كان هناك قداس أيضاً في أحد الكنائس واليوم هذا القداس هنا هم كان عندنا قداس مسائل برحة وقد تقريباً مساعة 7 ونصف للعشرة بالليل أو أكثر وهم كانوا الحضر جيد جداً المحبة والتسامح والسلام والفرحة على وجوه كل من دخل لهذا الصرح لا زال المسيحيون متواجدون في بغداد وفي كل مكان في العراق هل هناك يعني مضايقات أم يعيشون بسلام مع أخواننا؟ لا صدقني كلنا أخوة والتسامح بيننا مرسوم كأساس محبتنا للآخر وهذا أساس ديننا وأساس تعاليمنا المسيحية فلا ما أكو هذا الشيء إن شاء الله وما يصير شكراً جزيلاً في التوفيق وكل عام متبخير مرة ثانية يعني كما استمعتم إلى أحد الإخوان يعني لربما الأمنيات هي أمنيات موحدة بالنسبة للمسيحيين وأيضاً المسلمين هي أن يعمل أمن والأمان في ربوع بلادنا الحبيب من الشمال إلى الجنوب وأن تعود هذه الحياة كما كانت سابقاً بين جميع طياف ومكونات الشعب العراقي معنا الأخت أيضاً يعني ماذا تقولين لنا أو ما هي رسالتكم اليوم بهذه المناسبة وأعياد الميلاد؟ أولاً أهني الشعب العراقي وأهني نفسنا كمسيحيين بالعراق العظيم أنه بهذا ميلاد السيد المسيح ميلاد المحبة ميلاد السلام السيد المسيح علمنا المحبة وإحنا كمسيحيين دورنا أن ننقل هذه المحبة لكل الناس والسلام إن شاء الله يعمل في كل الناس ويكون هذه رسالتنا الأولى والأخيرة أنه بلدنا يكون بسلام وهي أهم شيء نريده بهذا البلد محتاجي بشكل كلش محتاجي هذا الموضوع طيب عام 2018 ماذا تتوقعين وما هي أمنياتك لهذا العام؟ صراحة يعني إن شاء الله إن شاء الله الأمور في تحسن ووضع العراق بدأ يتحسن أكثر من قبل ويعني الناس بدأت تنظر للأمور بشكل ثاني تنظر لتقبل الآخر تقبل ديانات الآخر تقبل بمحبة تقبل يعني أنا البارحة أحكي لك في الموضوع صار في مدرسة في بغداد ابني طالب الوحيد المسيحي في صف الثاني ابتدائي المدرسة المعلمة سوى احتفالية خاصة إلى وسوى الشجرة وعطت هدايا إلى وشاركو بشكل يعني أنا فعلا أشكرهم أقدم منها القناة كم أشكر هاي المدرسة اللي ساهمت بهاي الفرحة الإبني وأيضا فرح أطفال وأصدقاء كلهم وتبادلوا الهدايا بين بعضهم وفعلا كانت رسالة محبة والسلام يعني أنا فعلا أشكر كادر هاي المدرسة على هذا المجهود اللي يسوه إذن يعني مبادرة جميلة يعني يعني ما هي رسالة هذه المبادرة ماذا يعني وصلت إليك من يعني من مفاهيم من معاني بهذه المبادرة يعني أنا الرسالة اللي وصلتني إنه العراقيين بلد محب بلد لشقد ما ظروفنا مرت علينا صعبة لكن بقينا ننشر المحبة والسلام بقينا نتجاوز هاي الصعوبات والأفكار اللي دخلت دخيلة على شعبنا وتجاوزناها بهالطريقة الحلوة وفرحه والأطفال بهالطريقة أكيد هاي رسالة سلام ومحبة وتقبل الآخر هاي أهم نقطة يعني نحن نتقبل الآخر كان من غير ديانة أو كان من غير قومية أو كان من غير لون فهي أهم نقطة إنه الطفل يتعلم أنه يتقبل الآخر وهي أحلى رسالة عيد سعيد إن شاء الله وعام جديد يعني إن شاء الله مليء بالحب والسلام ليس للمسيح فقط بأنه لكل العراقيين أو لكل العالم لأنه أكيد مثل هذه المناسبات هي من خلالها يستغلها الإنسان من مناسبة الأعياد الدينية هذه من أجل نشر ثقافة الوعي ثقافة التسامح السلام مع الجميع أكيد يعني إحنا رسالة المسيح هي المحبة والسلام وإحنا كمسيحيين بدورنا ننشر هذه الرسالة لكل الناس وإن شاء الله الثاني يتقبل هذه الرسالة ونعيش مع بعض بهذا البلد اللي يجمعنا دائما إن شاء الله شكرا جزيلا شكرا على المشاركة الله يحفظك يعني كما شهدت حقيقة يعني الرسائل من قبل الأخوة المسيح هي أن يعمى الأمن والسلام والوئام والمحبة بين مكونات الشعب العراقي في كل مكان وخصوصا يعني هذه المناسبات تستغل دائما بالنسبة للمسلمين والمسيحيين أن تكون فيها الدعوات والتضرع إلى الله سبحانه وتعالى بأن يعمل الأمن والأمان وأن يعود العراق كما كان بأن يعيش بكافة مكوناته بسلام كما كان يعني إذا يسمح الوقت هناك معي أيضا ضيف آخر يريد أن يقدم تهنية بهذه المناسبة فراس صباح الخير أول شيء صباح النور نعم في كل تغطية لما غطيت حتى معرض بغداد الدولي عشت هاي الأجواء اللي كانت في معرض بغداد الدولي وشربت القهوة وعشت الأجواء الحلوة اليوم في القداس وفي هذه الكنيسة كالتشوكليت شنو اللي يقدموه هناك لو كل شيء معكم والله حقيقة طقوس كثيرة يعني لا والله أكو طقوس كثيرة حقيقة يقومون بها الأخوة لكن داخل القاعة يعني باعتبار أنه هي القاعة الآن تقام فيها قداس وصلاة يعني الأمر مقدس يعني لا يمكن الحديث داخل القاعة سوى الاستماع والترتيل والتلاوة فلذلك حقيقة لا أستطيع التحدث داخل القاعة وأيضاً بعد انتهاء القداس سوف يقومون بتوزيع الحلوة أيضاً يعني يعيشون طقوسهم كما نحن أيضاً نعيش هذه الطقوس في يعني عيد الأضحى وعيد الفطر المبارك لكن الحقيقة صعوبة دخول الكاميرا الآن إذا يسمح الوقت يعني هناك أحد الأخوة يعني يريد أيضاً يقدم تهنئة بهذه المناسبة معي أخويا كل عام أنت بألف خير إن شاء الله يا ربي تحقيق الأمان التوفيق للجميع والصحة والسلام لكم اليوم يعني ماذا تقول بهذه المناسبة ما هي يعني أمنياتك بمناسبة عياد الميلاد والعام الجديد العفو نتمنى احنا الأمن والسلام طبعاً العراقيين كلهم للعالم أجمع وإن شاء الله يا ربي هاي المناسبة هاي السنة الحلوة إنه يعمل خير على البلاد كلها لأنه يعني الناس مثل ما يقولون العراقيين عانوا ما عانوا وإن شاء الله يا ربي هاي فاتحة خير هاي السنة الجديدة على الشعب العراقي كله أجمع بدون استثناء يعني والعالم كلهم يعني إن شاء الله الخير والسلامة ما هي أهم الطقوس اللي قموا بها الإخوان أنتم كبسيح في داخل القداس يعني هنا في هذه القاعة بعد القداس أيضاً هل هناك طقوس أخرى يعني تكلمنا عن هذا الموضوع قليلاً هي الطقوس خاضر الاحتفال القداس احنا الاحتفال الميلاد المسيح وهي مثل ما تناولت حضرت أنه في بيها يعني تراتي وقتلاوة الإنجيل الكتاب المقدس فراس إذا تسمعني مناسبة هذه يعني وتهنيات فراس إذا تسمعني هو طلب يهني خليه يوجه نعم شكله للكاميرا ويهني أقرباء اللي بالخارج يعني لربما هي فرصة إنه يوصل صوته إلى أقرباء إلى ناس إلى أهله في الخارج المنيحة بهذه تمام يعني الزملاء بالستوديو يقولون هل يعني تحب أن توجه تهنئة خاصة لأحد أهلك أصدقائك أقرباءك في خارج العراق ممكن أن يكون يسمعك في هذه اللحظة أكيد يعني نهدنا كلهم أقاربنا وأهلنا أخوانا كلهم خارج العراق يعني وعمامنا وأهلنا يعني وإن شاء الله نتمنى لهم كل الخير والأمان يعني ويا ربي يوفق الجميع إن شاء الله إن شاء الله شكرا لكم شكرا جزيزي التوفيق حبيبي ميلاد مجيد إن شاء الله يعني كما سمعتم أنه الحقيقة الأمنيات موحدة يعني الجميع يعني يدعو وحقيقة يعني الإخوان المسيحيين يعني بسبب التعايش الكثير أو الاحتكاك مع المسلمين منذ مئات السنين هنا في العراق يعني عندما يتكلمون أيضا يقولون إن شاء الله يا رب إن شاء الله يعني كأنما هم مسلمون يعني يدعون الله سبحانه وتعالى وتحدثون بلهجتنا أيضا يعني الدينية هذا دليل على أن هناك احتكاك وتماس كبير بيننا وبينهم وأننا جميعا حقيقة يعني نعيش نفس الطقوس الدينية وأيضا نتمنى نفس الأمنيات وهي أن نعيش بسلام في هذا البلد الذي عانى معنا خلال هذه السنوات وإن شاء الله يا ربي العام 2018 يكون عام محبة وسلام ووئام بين كافة أطياف الشعب العراقي ويعود العراق كما كان عراقا جميلا مبتسما إن شاء الله وأيضا أنتم كل عام وأنتم بخير وتحقيق الأمان إن شاء الله لكم جميعا إن شاء الله أكيد نحن نضم صوتنا إلى صوتك وإن شاء الله تبقى في نفس مكانك حتى نرجع أنه نتواصل وياك في رأس وتشوف الأجواء هناك وتأخذ حتى تشكليتهم حتى نشوف هذه الأجواء ترجمة نانسي قنقر